موسيقى كل التحيات لكل الأصدقاء المشاهدين بحلقة جديدة من سلم على السماء بهالحلقة اليوم رح نحكي كمان عن البطريارك الطباوي أصطفان أدويه وبصرنا يكونوا ضيوفنا الأبات الياس خليفة ابن الرهبانية اللبنانية المارونية الخوري بير جابور أيم الإكليركي البطرياركي بغزير وهو باحث في الجامعة اليسوعية أهلا وسهلا فيكن سيدنا اشتقنا لك شو بدك اليوم تخبرنا عن الدويه أنا ما عندي شي خبر عن الدويه أبدا أبدا؟ أبدا أنا زل ببقرة الدويه نعم كل يوم كل يوم قراءتي الروحية يعني بس قوم من عبكرة بصلي وبقرة من الدويه هل نحن بحاجة نأسس لعدد من الأشخاص ينبشوا عن تراثوا؟ أنا بقدر أقول إلى حد كبير الموارد لم يقرأوا الدويه ما قرأوه واللي قرأوه حاولوا يفتشوا فيه على اللي بيعرفوه بعرف كذا نبش إذا بلاقيهم عند الدويه نعم أما الدويه بحد ذاته قراءته وفهمه انطلاقا من معطياته العلمية الثقافية اللاهوتية اللي اكتسبة بروما واللي اكتسبة من معاطاته للتراث الماروني السرياني الأنطاكي هو ما حدا إريق بنبشوا في كتير عمل شيئش أشغال عند دويه مثلا الروح والإدوث عندي أنا بلا أني بلشت بالروح والإدوث أوكي معرفتي لدويه بلشت بالروح والإدوث كنت علم السلوس الأقناس طيب قبل ما نفوت ونغوص أكتر بالمواضيع هلأ أبونا جبور عمل شغلة كتير حلوة وبدنا نغرف من معلوماتك ومن دراساتك وخبرتك أنا ماني ديرس إلا قراءة النص بس أوكي ما بعرف شي غداك بس اللي بدنا نقوله نحنا بحاجة اليوم لحدا يجمع كل أعمال دويه ماذا يجمعه؟ لك أولا قلت مرت الماضي ومجددة هلأ نحن الكنيسة المرونية بحاجة للإدوثين بس عندنا كفو نعم مرشاربل معب العالم كله كله أكبر إدوث قد ما يطلع إدوثين عندنا وعند غيرنا ما رح يصالوا بمرشاربل مرشاربل لم ينبس بنتي شفا لم يتكلم بحياته كلها ما علم شي ولا طلع بعد ما ميت عب العالم نحن المهارنة ما بينقصنا أداسة عندنا نشكر الله والحفل على الجرار بينقصنا معلمين الكنيسة المرونية ليس لها معلمين كل اللي منعرفهم واللي كتبوا واللي نشروا وطبعوا كله مستوردين من الغرب نعم 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 طبعوا كل شي وتعلموا كل شي وشرحوا كل شي ما عدا الدوايهي وما عدا التراث اللي بيحكي عنه الدوايهي ما هي المشكلة الدوايهي تراث الدوايهي منو شو بحد ذيهو تراث يعني هذا الرجل تعلم في الغرب كان شديد الزكاء وعنده كان ذاكرة هائلة وكل اللي اتعلموا فهموا على المزبوط وكانوا معلمينو يتعجبوا منو معلمينو للدوايهي بيروما ما تعجبين منو كان أنا ما كان ذاكي وقت اللي رجع لهون شاف انو هاول تعلمهم بالغرب ما بفيدوا شعبه هون رجع يقرأ تراث طبعه طبعا انطلاقا مما تعلمه في الغرب خاصة من منهجية اكتر ما افكار منهجية لتعلم فيها اجا درس دراسه السريين الانطاكي الماروني ودرسه بعمق وبيعرفه بعمق وعمل حاول يعمل شيء يفكر هني بيهتموا كتير بشو عمل بالليتروجية وشو كتب بالتاريخ وبعنو بالتاريخ منو عمل شيء تقريبا كله اللي كتبون يعني هو بيسمون كرونيك يعني نقل غيره نقل غيره وكمل ندفل ايامه وهذا ليس تاريخ هذا بيسمو تدوين مجريات زمن اللي كتبونوت زبني بسموه السريينة كتبونوت زبني يعني ان تدوين ما جرى في الزمن وطبعا حسب ما انت بتعرف وينقلوا بعضهم كنو وحتى التاريخ الموارني اللي عاملوا يعني كمان هاو في مشكلة كبيرة مطروحة التاريخ الموارني ما انو بتب تاريخ تب لهوت اللي بيقريب بيفهم اللي بيجو بيحكموا اليوم عن دواية كما يحكمون على مؤرخ حديث دواية ما كان مؤرخ وعلم التاريخ ما كان معروف لايام دواية اوكي طيب اليوم ابونا بير جبور عامل دراسة حول الليهوت الاصلاح الليتورجي لمخطوطين 310 و 311 هالدراسة كانت بالالفين وتسعة عشر باللهوت الاسراري والليتورجي ابونا ليش فتت بهذه الدراسة وكان بعد بالالفين وتسعة عشر ما في حكي عن الدواية شو اللي لفتك مساء الخير لالك مساء الخير للأب بيتي معلمنا ومساء الخير للمشاهدين انا صراحة بلشي ترحلتي مع الدواية بالالفين وخمسة عشر وقت ياللي كنت بفرنسا ما مبلش حضر للبروجيات دوتاز شو بدي اشتغل فلاقيت حالي انه بعرف شوية سرياني واذا انا مدرسة سرياني ومدرسة تاريخنا مش رح انطر حدا تاني يدرسوا مع انه الاخصائيين اللي هني غربيين عم يسبقونا بهيدا الشغل ففضلت انه بلما اشتغل على حدا من اللاهوتيين الغربيين اشتهل على لهوتي من كنيستنا من تراصنا ومتل ما كان عم بيقول الاباتي انه زيد حجرة صغيرة على هالبنى يلي هو معرفة تاريخنا ومعرفة لهوتنا فوقع الخيار على لهوت الدويهي اكيدي لانه معبر ما فيك ما تمرق فيه بس بدك تفكر ماروني ما فيك ما تمرق بالدويهي فبلشت بالالفين وخمسة عشر دراسة على لهوت الاصلاح اللي ترجى تبع الدويهي واكيدي مع الوقت حددت اكتر موضوعي بالارتباط بمخطوطين كبار المخطوط الفاتيكاني السرياني 311 يلي هو بيحتوي على رتب الرسمات المارونية المصلحة بقلم الدويهي واكيد الفريق اللي كان معوه ومخطوط تاني بيشبهوا الفاتيكاني السرياني 310 يلي رح نحكي عنهم بالتفصيل بركي بعد شوي وين الايتون؟ هوضي موجودين بالمكتب الفاتيكاني وهين الواحد يوصل؟ اكيدي بتصريح لأسباب اكاديمية بتقدر تفوت تشوفهم مكتوبين بأي لغة؟ مكتوبين بالقرشوني والسرياني فيهم اكيدي نصين لانه هنه بعضهم ببدايات الاصلاح وكان بعضهم المويرني ما عندهم كل شي بالعربي يلي هو القرشوني كان بعضنا عم نحكي بالسرياني وبعدنا عم نصلي بالسرياني على قليلة منشوف النصين منشوف اللغتين موجودة السرياني والعربي بس الخط واحد سرياني سرياني كل خط كل مخطوط قديش يعني كم صفحة؟ تقريبا يعني مش تحت 300 ورقة المخطوط اوكي وقدي اخد معك شغل؟ اربع سنين كنت مخلصة اربع سنين وحصلت على الدكتوراه من فرنسا من فرنسا ومن ليفين ببلجيكا ببلجيكا طيب هود المخطوطين اليوم صاروا معروفين بالكنيسة يعني من ورا الدراسة اللي حضرتك عملتها بلشت تنتشر المعلومات اللي فيهم تتبسط اذا فينا نقول؟ لك دراستي لم تنشر بعد لم تطبع بعد الدكتوراه لانه لعدة اسباب يعني بس مرة من المرات بهيدي السنة طلعت عطايت حديث مستوحى من الدكتوراه الدكتوراه بصغرته لببليك اهدني وبمعنى ببطرك الدويهي بس يعني في مشروع انه نكتب شي مبسط مستوحى من هيدا باي لغة معمولة بالفرنسا؟ هلا هي مكتوبة بالفرنسا بس هكي دي المراجع اللي داخلتها فرنسي لاتيني عربي سرياني في ست سبع لغات بقلب هيدا الكتاب اللي حده ابونا حضرتك كاهن نعم وطبعا دويهي كان كاهن مطران وبطريارك شو اللي لفتك فيه بكتاباته شو اللي جذبك انتو عم تبحس يعني صرت تقول ياريت فيه شهل بعض اقرأ اكتر اتعمقت اكتر عشت الفترة كلها شو عملت؟ اللي كان عم يتفضل فيه لاباتي هو زبدة الكلام بس تقرأ دويهي بتشوفه قدي انسان عنده نظرة ثاقبة بيقش على قديم كان صاحب رؤية كان زلمي رغبته انه اللي درسوا بروما ما يضل له درس وما يضل له شهادة اذا بدنا نقول يعلقها على الحيط جيب شهدته ترك اغراءات روما ترك بوزيشن انه يشتغل بروما باحلال جامعات واجه على لبنان تحتى يصرف بالعربي المشبرح يصرف لهوت اللي درسوا بقلب المجتمع فاجه لحتى يصلح كنيسته اجه لحتى يعلم الشعب اجه لحتى يرتب النصوص اجه لحتى ينظم الكنيسة فهيدا الشي بس تشوفه بشخصية مثل الدويهي ما فيك الا ما تحبه وما فيك الا ما تعشقه وانا الدويهي له فضل كتير كبير علي يعني بشو؟ بي يعني انا اليوم بقلك انه انا متخصص باللهوت بس انا متخصص من وراء الدويهي يعني فضل الدويهي علي اني انا عملني اذا بدنا نقول عملني بفكري عملني بطريقة ادائي بقلب الكنيسة حلو كتير ابيت شو رأيك بهالدراسة اللي عملها انا البسيرة طبعي تقريبا عكسه انا بعد ما خلصت فصيرتي الليهوتية وتقدمت كتير وعلمت كتير الشي 30 سنة بلشت الدويهي وفتشفت الدويهي اكتشفته بقراءتي له ابيلك كنا انا كنت اعمل دراسة عن السلوس الاخدس بالجامعة نعم بسنة ال91 يمكن قررت اني اعمل دراسة خاصة عن الروح الادوس عند الدويهي لانه بعرف انه الدويهي كاتب عن الروح الادوس جاني خمس طلاب يمكن دراسوا معي وصلنا نقرأ النصوص واكتشفنا انه النص الاساسي بشل تابعو الشرطوني هو موجود بدار الكرايم اوكي اوكي تحت 110-111 وفي ناسخة برومة نعملت من بعد دار الكرايم سنة 1700 دار الكرايم 1000 هي مرشاليطة مقبس مش الكرام كتب بمرشاليطة مقبس بوجود البترك بمرشاليطة ها ونحد منها نعم كان موجود وعتي كوبيست خطاط كان مشهور ضومة ضومة مخلوف نسخ له مجلدين كبار وعليه في محلات بيصلح الدوية بيخطو يعني فينا نقول هاي نسخة طلعة من ايدو فكان شكته بالدوية كتير منو خطاط بعدين من بعد سنة الخمس وتسعين ستة وتسعين نعمل نسخة رسمية نضيفة وبعطها على تلميذ روما نعم وهاي الارية السمعينة بس بس خلينا نقول للمشاهدين انو احنا موجودين بدير سيدة النصر بغسطة هالدير التاريخي كمان متما كان عم قول سيدنا يلي هو جار دير مارشالي تمقبس كم مخطوط عنده الدوية اذا فينا نقول حدا منكم اكتشف هاي دي لك حتى الان المطرام ناصر الجمعي العامل احسن كتاب حتى الان نعم مش مش الكمال بس حتى الان احسن كتاب عامل سيرته مختصرة مش مطول على الفاضي يعني مختصرة وبعدين مؤلفاته حاتت كل مؤلفاته وان المخطوطات اللي اكتشفه هو بس فينا نتاكل ننطلق منه كل شي اقلفوا الدوية كتبو حاتتون مع مخطوطات بس كم مخطوط فيه تقريبا اه صعب كتير اللي هي منش عددهم يعني بل مخطوطات اللي عنده الكتاب زيته وبينسخ عشر مرات مسلا خوصا واذا في نسخة من خط ايده وباش في نزوم للباقيين مية بالمية هلا اللي زاده الجميل زيت شي مهم نص الكتاب تقريبا نشر رسائله الى مجمع الانتشار الايمان نشره وترجمه وحاول انه يقتبس منه سيرة الدوية الى الشغل انا براي حتى الان حتى الان الكتاب كتاب بمجمله يعني اذا بدك شي عن الدوايه كل شي عن الدوايه كتاب المترانجمي بل 92 يمكن 91 نعم ابونا انت ليش اخترت هود المخطوطين يعني لانه رغبتك شو انه هايك وصلت لهم بالصدفة لا اكيد لا انا بداية دراستي قلتلك المخطوط الفاتيكاني 311 سرياني 311 يالي هو بيحكي عن الرسمات المارونية اكيده بقرأ بدك تكون عم تحضر بدك تقرأ قبل يعني نعم المخطوطات اللي عم نحكي عنها هلا يمكن تلاقيلك 200 مخطوط بس يمكن هني 10-15 مؤلف نعم اوكي فهذا انت بتحضر دراستك بتحضر القراءة وتوصل بالنهاية لحتى تعتمد مخطوط معين وبك تثبت ليش بك تعتمد هيدا المخطوط لانه في حجي وراء هيدا الاختيار فانا بما انه كان بدي اتخصص بلهوط الاسرار او لهوط السري مثل المصلح لي قبل شوي لاباتي لهوط الاسرار بي بس بش لهوط الاسراري اوكي فأزان بما انه كان بدي اتخصص بهيدا الشغل اخترت ركز على الرسمات المارونية هيا رح نحكي عنا بالجزء الثاني نعم وهيدا المخطوط في الرسمات اوكي بقى من هون صار التركيز عندي على هيدا المخطوط درست كتير شو كانوا قايلين الباحثين يلي قابلي عن هيدا الموضوع لحتى اعرف حالي على شو عم بستني اوكي هلأ نحن وياكم رح نرتاح مع تيرتيلي وبعد فاصل ومنرجع على الجزء الثاني نرجع اصدقائنا المشاهدين لنتابع نحن وياكم بالجزء الثاني من الحلقة الحديث مع الابات الخليفة والخورة جبور ابونا قلت انه دراستك بتحكي عن الرتب بالكنيسة وبتحكي ايضا عن المسحة عن كتير قصص من اوين من نبلش تنحكي بهذا الموضوع ويوضح لنا اكتر الابات الخليفة اللي موجودنا عنها اليوم نعم خلينا نبلش بالمخطوط 311 الفاتيكان السرياني 311 يلي بحسب دراستي درت تثبتت انه هيدا المخطوط يلي اذا ما كان اللي ارسل لروما لحتى ينطبع هو المخطوط يلي بيشبه مية بالمية المخطوط اللي ارسل كرميل الطبع نعم فازان فينا نعتبر اول مرة بقولها للملأ يعني هيدا للباحثين فينا نعتبر انه الفاتيكان السرياني 311 هو المخطوط يلي ارسل بيدل على كامل اصلاح البترك الدويهي بما يختص بارسامات الكهنة في مخطوط تاني بيشبهه بمكتبة بكركي وفي مخطوطين قبل المخطوط طبع بكركي كمان يعني عم نحكي عن ثلاث مخطوطات صرنا ببكركي معمولين تقريبا باخر السابعينات بين الخمسة وسبعين والسبعة وسبعين الف وستمية وخمسة وسبعين وستمية وسبعة وسبعين فازا بقلب هيدا المخطوط عنا الرسامات اللي بتبلش من رسامة المرتل والقارئ والشدياء لحد ما توصل لرتبة اللي بيتنصب فيها البطريارك رأس على الكنيسة بس قبل ما اتتابع هون سيدنا بعدنا لليوم نحنا بالكنيسة متابعين اللي كتبوا دويهي برسم الكهن بالحقيقة أنا مانوش اختصاص كتير الليتورجية بس إلى حد كبير تبعوه وبعداد يعني إليك أنا راية شخصي هيدا بعشزة راية لأبونا ما عمله الدويهي كان مهما جدا في نظره في نظر التاريخ ونظر أما في نظر الموارني لا ما اتتبعوه أوكي وخربطوا بعد منه كل شي تبع لنا خليني جاوب على السؤال اللي كان يلا الإصلاح اللي عملوا البطريارك الدويهي بقي بالتلاجي لأنه من بعد ما مات البطريارك الدويهي بفترة وجيزي بيصدر كتاب رتب جديد وبينفو في كل اللي كان عاملوا الدويهي مؤخرا الاصلاح اللي ترجي الحالي اللي عم ينشغل خلينا نحكي بركي من حوالها 75-80 سنة المونسينير الرجي الله يرحمه هو يلي استند من أول وجديد على إصلاح البطريارك الدويهي بالأربعينيات طبع القرن العشرين وبلشنا نرجع ناخده اليوم مرجع اليوم نحن باللجنة التقصية وقت اللي بدنا نحكي عن إصلاحات برتب معينة منبلش بمطرح معين في حيز كتير كبير لكتابات الدويهي لأنه تعتبر أصبط من غيرها هذا الشي ما بيعني أنه ما في مخطوطات أقدم من الدويهي وهون ضروري وكان هذا الشغل الأساسي ببحثي أنه المخطوطات يلي قبل الدويهي نقارن مع مخطوطات الدويهي تحتى نشوف شو زاده شو غير وشو جدد وشو صحح كمان بقى هيدا اللي بقدر أقوله بالنسبة لسؤال اللي كنت عم توجه في بالنسبة للرتب نعم شو اللي زاده أو شو اليوم مشين عليه من اللي هو كتبه لك خليني قللك شغلي أنه أكيد ما رح نقدر نحكي عن كل التاز نحن أكيد رح نحكي عن رسامة الخوري يلي بميزة معينة قدر تدويهي يرد لهويتها الإنطاقية نعم كان في شغلتين كتير مهمين بلهوت الأسرار وبالتحديد بالرسامة اسمهم المادة والصورة يلي هني بيكملوا السر تحديد بتعليم الكنيسة الكاتوليكية فإذن بالنسبة لروما بالنسبة لتعليم الكنيسة الرومانية بعصر اللي كان فيه الدويهي في عندك كلام معين بتمم الرسامة وفي عندك حركة معينة بتتمم الرسامة أوكي فإذن اللي ورته الدويهي عن الموارنة قبله صار سنة 1580 تقريباً بمجمع شوي مش كتير مش كل الموارنة موفقين عليه أنه كان مجمع بإرادتهم كان فيه تأثير للقاصد الرسولي اليسوعي يوحنى معمدين إليانو جون باتيست إليانو فإذن بقلب هيدا المجمع فرد أنه لحتى تتم رسامة الكاهن لازم يكون فيه نفس الصورة والمادة يلي معتمدين بالكنيسة الرومانية بس هيدا الشي بيتنافى مع اللهوت الشرقي يلي بيقول أنه الرسامة بتصير بوضع اليد وباستدعاء الروح الكدس بعمل الروح الكدس شي يلي كان عم بتفضل فيه بداية الأباتي مع الدويهي أخذنا المخطوط يلي كان قبله وغيرنا فيه الكلام يلي اسمه مادة وصورة إذن فيه ثلاث مراحل خليني أولى بلش الشغل سنة 1670 لما صار البطرك بطرك كان مطران وصار بطرك بالسبعين دغري ركب إكيب حوله اشتغلوا لغاية 1675-1677 عملوا أول محاولة المحاولة كانت فيها مسحة الميرون ولكن على الطراز المتوارث عليه على الطراز المأخوذ من مخطوط فاتيكاني سيرياني 420 يلي هو يعتبر شرطونية مليتنة يعني كتاب رتب مليتن ليش مليتن؟ لأنه بيعتمد نفس الصورة ونفس المادة ونفس المسحة يلي معتمدين بروما بمطرح معين 1677-78 صار فيه تغيير بموقف الدويهة وبموقف الفريق اللي كان عم بيحضر معه الإصلاح ليش عم نقول فيه هيدا التغيير؟ لأنه في المخطوطين اللي حكيت عنهم بيب كيركي بيفرجونا أول إصلاح وبيفرجونا يا أنه مشخوط علي يا أنه ملزق علي ورقة فإذا شخطناهن غيرناهن وعدلناهن وصار النص اللي هو بمخطوط ثالث موجود بيب كيركي بيشبه النص اللي مخطوط وموجود بالفاتيكاني السيرياني 311 فهيدا الشي بخلينا نقول أنه مرأ الإصلاح بمرحلة إصلاح أولي ورجع صار فيه إصلاح لهيدا الإصلاح هيدا الإصلاح على الإصلاح هو الميزة الأساسية اللي بتميز عمل الدويهة وأكيدا رح نحكي عنها بالتفصيل أوكي أبات يعني المسحة الميرون مثل ما أقول لما الكاهن ينوضع اليد عليها ليصبح كاهن بالرتبة ما كانت موجودة سابقا ومع دويهة صارت موجودة؟ إي لا دويهة لا قبل دويهة قبل دويهة وقت اللي هي إليك بدك التاريخ الموارني تقص وقص ماين ما قبل المعهد الروماني الماروني نعم وما بعد أوكي ما قبل كانوا الموارني مقطوطيتون وكيدي كيدي لا يغيروا بتعرف الموارني عيشوا بها الجبال وبها الوديان لا متعلمين ولا اللي جيبوه معهن وقت اللي هجروا الرهبان كما يقول المسعودي بالتسعمية منطقة أفاميا وهجروا إيجوا عها الوديان وهجبان أعدوا هون ما كان عندهم علم لا زيدوا لنقصوا اللي جيبوه بإمام إلا أن دخل عليهم أولا السريان الأرتودوكس دخلوا بالأول بالأربعمية وصار فيه مقطوطات سريانية دخلت عندهم وثانيا أكتر وقت اللي بل شو يتعلموا بيروح ألف وخمسمية وأربعة وثمين تغيرت الوضعية والفكرة مثلا عم بيحكي أبونا عن الصورة والمادي الصورة والمادي هيدا ليهود غربي غربي من أيام مرتومة وقبل مرتومة إنه السر إلو مادي وإلو صورة في ناس هيدا الصورة وفي مادي أو مثلا الخبز والخمر أو الكاهن الشخص وقت اللي إجوا من بعد ما إجوا من روما بعد الالف وخمسمية وأربعة وثمينة دخلوا رتبة الميرون بيمس حدين الكاهن بالميرون هي رتبة غربية هي نعم الموارنة ما عندهم شي عمت له مثل غيرهم يعني دخلت وتمكنت وهي رتبة حلوة يعني ليش على اليدين مش على الرأس مثلا؟ كاليدين لأنه الكاهن بيعمل الأسرار أوكي شغلته يتمم الأسرار بإسم المسيح أوكي داي الوقت اللي بيلقط الخبز والخمر وبيقادس يعني تكريس لليدين ايه وبيحط الميرون داي الكاهن أكتر شي أوكي تكريس لليدين أو لا هي تكريس لليدين الميرون الميرون لك هدا من قول هدا تقليد غربي الشرقي ما عندهم شي أوكي وعنا الموارنة ما عندنا الشي أدخلو بس هدا أنا من اللي بيعتبرو أن أدخلو وإلو معنى يعني إلو معنى هلأ نية هلأ نية وقت اللي فاتوا هل رجعوا هالتلابيز الموارنة الأفواج اللي دخلت الدواية بيكون أرابع أو خمس فوجة ممكن مش عارف أي فوج منهن بس الدواية 1650 نعم هني بلشوا بالألف و 5594 يمكن أول فوش بلشوا 84 صحيح بلشوا يدخلوا ليهود غربة بس هاي قصة المادة والصورة والمادة اليوم بعضنا متبعينا اللي بيعملوا ليهود غربة أنا لأ بالنسبة لي له أوكي أنا مثلا وقت بيجي الدواية هي نحكي عن القربين هاو لأنه هو شيرح القديس بالغرب كان يقوله إنه الصورة هي هذا هو جسدي وهذا هو دمي الخبزات وانبيديت صاروا خلاص هاو صاروا جسد المسيح بهالوقت هيدا هيدا بتصور ليهود ما بدش أقول غلط بس قطع علي الزمن لا مش إجباري نقوله يعني لأنه الدواية مثلا الدواية عنده اللي بيقرواه مظبوط بس مش بيقرواه عنه عنده المادة والصورة والمادة وعنده هذا هو دمي هذا يستعلموا من الغرب لكن في النهاية الدواية شو بيقول القداس هو عمل الثالوس الأقدس الآب هو الذي قرر بأنه ابنه يصير إنسان وهو قرر أنه ابنه يعطي جسد ودمه تحت شكل خمس الآب هو المصدر الابن هو الذي يحقق والروح هو الذي يكمل فالإدّاس هو عمل ثلوسة مش كلمتين مع مادة كلمتين مع مادة عمل ثلوسة الآب الابن والروح القدس بيتم الإدّاس لا في صورة ولا في مادة نعم الآب هو الذي هو مصدر الخلاص هو مصدر كل عمل خلاصي إن كان بحب سيسوع المسيح وإن كان في الكنيسة هو ينبوع كل عمل خلاصي فالإدّاس هو عمل الآب أولا أولا وعمل الإبن ثانيا وعمل الروح القدس ثالثا نعم وثلاثتهم بيعملوا الإدّاس لا صورة ولا مادة هايك بيقول دوايه لكن الاريون دوايه هايك بسطحية ايه عنده صورة وعنده مادة دوايه هايك بسطحية واي متى الروح القدس والروح القدس إذا بيقدس أو ما بيقدس دخلوا بجدال بيزنطي بين روما والبيزنطيين من القرن الحدي عشر ومجد دخلوا بجدالات عقيمة جدا نقول سنحاول الروح القدس نعم طبيعة الروح القدس ودور الروح القدس نحن السريان والموارني ما دخلوش باللعب ما دخلوش باللعب لأنه كانوا مفصولين هني هون في عرب كانوا إسلام ما لهن على لاب بيزنطيا ولاب روما هالمشكلة ما انطرحت عندهم نعم طيب أبونا انتو عم بتنبش بالمخطوطات كان عندك شغف القراءة يعني شو كانت تفكيرك وين عم بيروح إنه معقولي أنا ماسك هيك قصص قاعد عم بشتغل فيها هالقد النعمة كانت كبيرة حسيتها لك أنا بوحدة من رحلاتي للأبحاث على المكتب الفاتيكاني وجدت قدام مخطوط فاتيكاني سرياني 309 ياللي تاريخه 1296 نعم فأول وهلي لما فتحت الكتاب قدامي قلت أنا يمكن واحد من المطارني ياللي نرسموا بهيدي الشرطونية وصل بالرسمات لحتى ما يرسم حدا من المطارني ياللي كان إلا تأثير علي برسامته حسيت حالي بقلب هالتسلسل تسلسل الرسمات ياللي بلش من خلال هيدا المخطوط فكان هايكي شعور شوي عاطفي إذا بدي إلك وشخصي حلو كتير لحظة حلوة ما كنت منسيها أكيد ما بتنسيها طيب إذا بدنا نحكي هلأ بجزء الثالث من الحلقة عن شو رح نحكي وعن شو رح نضوي رح نحكي بالجزء الثالث بس خلينا كفي شوي اللي كان عم يتفضل فيه الأباتي لحتى ما نقطوش الحديث بأول إيه بس عن شو رح نحكي هلأ والله بالجزء الثالث بالجزء الثالث رح نحكي بالتحديد عن مسحة الميرون يلي غيرت دويه يلي رتبت دويه نعم أبيت اللي عم بيقوله أبونا جبور شو ممكن يغير؟ يعني شو ممكن يعطي للناس الكنيسة تراثة ما فيها تنقطع عن تراثة يعني حضمت ماك جديد أبونا جبور؟ ينطلق من يسوع المسيح المبشر بولاكوت الله في الجليل وتلاميذه اللي نشروا رسالته في العالم كله إلى يومنا إلى يومنا بس نحنا نحنا بمنطقة معينة بثقافة معينة بتاريخ معينة بجغرافيا معينة فإذن عندنا تراثة هيدا هالتراثة ما فينا نقطع عنه بس هيدا التراث يتطور مش شي جامد بتطور مع الوقت نحنا مع الأسف قلتلك صار في قطيعة إلى حد ما قطيعة ما قبل مدرسة روما وما بعد مدرسة روما طيب اليوم الدوايهي إجا يرد الأمور إلى نصابه الدوايهي رجع يردنا على التراث السريين الأنطاكي اللي نحنا عنا إيه يردنا عليه بس مش يردنا عليه بطريقة جامدة يعني عم بيجدد الزلمة جدد الليتورجية مش بس يعني يردنا على القديم جددها جددها مثلاً إدخال الميرون مسحة الميرون عاد الكاهن هيدا شي جديد قبلوا الدوايهي لأنه شي مهم ما رفضوا بس الدوايهي رفض إشي كتيري مثلاً مثلاً عن طبعة الإنديس أول من طبع الإنديس بروما ألف وخمسمية واثنان وتسعين أو أربع ومسانين مش معروف عن مضبوط أي متى يعني مش معروف إذا استعملوا لموارنة بس كان تحت إيد الدوايهي كان يرفضوا إنو هيدا أدخلوا فيه إشياء ما لهم عليه ألموارنة فيه وغلط اللي أدخلوا طيب اليوم أبونا جبور وضع مدميك جديد بهالدراسة لا نكتشف أكتر دوايهي لاك الأبونا هو اختصاصه أكتر شي الليهوت الأسرار والليتورجية يعني أنا بها الموضوع عندي معلوماته وكاتب في عندي ما إلي بس بالإنجليزي طالعا عن السر مفهوم السر عند الدوايهي أنا أكتر شي بحكي لاهوت أكتر شي ما بحكي ما بحكي تقصيات ولتورجيات أنا بالنسبة إلي الشادوفر طبعا دوايهي اللي هي اللي حط فيها كل عصارة فكره هي كتاب العشر منائر في تفسير القداس الطاهر اللي طبعها الشرطولي بجزئاين تحت اسم منارة الأداس منانجيفا ما بحرف أوكي وألف ومئتين صفحة يعني شي ضخم جدا نعم رح نتابع نحن وياكم بهذا الحديث بعد ما نسمع ترتيلة وأكيد نروح لفاصل ونروح بعدها للجزء الثالث من هالحلقة سلم مع السماء بالجزء الثالث من هالحلقة يلي عم نغرب فيها كتير معلومات من الدراسة اللي عملها الخوري بير جبور أو من معلومات الأبات ليس خليفة أبونا رح نرجعلك هلا كان الأبونا أو الفضل بعلق شوية عشغله الشغله اللي عم يعملوا الأبونا كتير جوهرة لأنه الدواي هي عبر عن فكره وعن عبقاريته بالفكر اللاهوتي من خلال دراسته للترجية المرونية نعم من هون اللي عم يشتغلوا الأبونا مهم جدا نقدر نعرف بعض الزابط شو عمل الدواي هي لأنه الدواي انطلق من هون الدواي فكره اللاهوتي مش من الجو من ما يمارسهون موارنا في صلواتهم واحتفال بأسرارهم انطلق من هون حتى يكون فكرة نعم ولهذا ما له فكر بالجو فكر منطلق من مثلا من القديس اللي أكتر شي هو شارح القديس بألف ومئتين صفحة كلمة وكلمة حركة وحركة كل شي بخص القديس بألف ومئتين صفحة شارحوا بس هوني بهالشرح عاتي لهوته بكل معنى الكلمة يعني نعم أبونا كتير بدك كمان اتعقب على كلام الأباتي نعم حول الميرون يلي على الإيد نعم خلال مسحة يعني الواحد بس يصير ارتسام لأله نعم خليني بس أوضح شغلي فضل الأباتي بفكرة ورح كملها أنا قبل ما نرجع نحكي بالقسم الثالث عن مسحة الميرون بالتحدي نعم فأزا نحنا حكينا شغلتين وضروري العالم يفهموا علينا نحنا منحكي بين الخصائيين هلأ مادة وصورة شغلي متعارف عليها بيني وبين الأباتي بس المشاهدين نعم يسمعونا صحيح يمكن بحاجة لتبسيط أكتر أزا بالألف وخمسمية وثمانين قبل بأربع سنين من افتتاح المدرسة الرومانية فرد هالمادة وصورة يلي بصيروا بالأسرار فردت بالألف وخمسمية وثمانين بدون أي اعتراض أو امكانية اعتراض من قبل الموارنة يلي صار تبنى الماروني مادة وصورة بالوقت يلي يمكن ما كان داخل بقلب هيدا النقاش كله أو ما كان بيعني له كتير هيدا النقاش قبل للظروف اللي كان عم يتفضل فيها الأباتي إذا ندويهي درس لإيطاليا شو درس؟ درس اللهوت الغربي ودرس إنه في مادة ودرس إنه في صورة رجع على لبنان لحتى يشتغل لهوت بيطلع بنصه السرياني تبع الإداس ما في مادة وما في صورة بيطلع برسامة ما في مادة وما في صورة فصار واقع بين شقفين إذا بدنا نقول يعني كيف بده يطبق اللي درسه وكيف ما بده يناقض يلي عم بعيشه ويلي عم بيصليه ويلي عم يكتنز منه يلي هو الكنز اللي ترجي بقى كرميل هيك أكيد إن إحنا بلاهوتنا أو بكتابنا خبرية مادة وصورة بعيدة عننا بس بشخص دويهي مضطر إنه يجمع النقيدين بمطرح معي يعني عمل خلطة إذا فينا نقول؟ عمل خلطة وهيدي اللي راح تبين معنا بمسحة الميرون طيب هيدا الخلطة إلى أين قدت؟ قدت إلى نخرق شي جديد أو قدت إلى أنه نمزج إذا فينا نقول ما بين الغربة وما بين الشرق وصار عندنا نمط جديد؟ أنا هيدا اللي بيانتوا بي دراستي وقلت إنه رتبة المسح بالميرون هي رتبة دخيلة على الرسامة الميرونية ما كانت موجودة بالرسامة الميرونية قبل الـ 1584 نعم ولو إنه الدويهي بيقول إنه كانت موجودة يعزرنا الطباوي ما معه حق بهذه النقطة بس لظرف معيان أخذ هالرتبة أخذ هالمسحة ومورنة يعني هي مسحة لاتينية وكان إلى معنى إجا هو عدلوا غيروا طوروا عمل مزيج ماروني إذا بدنا نقول من انطلاء من لهوت انطاقي وفكر انطاقي خليني أشرح بالتفصيل لحتى العالم ما تضل طول شو عم يحكيها الأبوة بالـ 1584 مكتوب بأحد الورايقات تبعيد الفاتيكان السرياني 410 إنه بيرسم المحتفل بزيت الاعتماد بزيت العماد صليب على إيدين الكاهن نعم وبيكرس هايدي الإيدين فإذا معنى هالوظيفة هالرتبة مش واضحة لأنه جاي من بعد ما يكون أعلنت رسامة الخوري بقلب هيدا المخطوط فهيدا دلال على أنه أضيفت بمطرح معين مش مفهومة ودلالي على أنه هي طارقة ودخيلة لما أجد ويهي بدو يعمل الإصلاح تقريبا مئة سنة من بعد هيدا الخبرية كان صار له فترة عم بيغلي براسه اللهوت الشرقية وهالاستضام مع اللهوت الغربي بين مادة وصورة وبين شيء كامل متكامل عم بتعيشوا الرتبة السريانية فإذا حكيت بالفصل اللي مرأ قبل شوي كيف صار عنا ثلاث مراحل من السبعين للثمانين بتطور الإصلاح اللي ترجي تبع الرسمات أجد ويهي شايف هالمسحة بزيت العماد ما إلى معنى بالنسبة له المسحة إذا بدأ تصير بدأ تصير بالميرون لأنه الميرون تدليل وعلامة حسية على عمل الروح الكدس فأجد ويهي شيل الرتبة من مطرحها الغلط حتى بمطرح معين بتتوج صلوات وضع اليد وهون ضروري احكي عن مش صلوة وضع اليد عند المويرني مثل ما موجودة عند جيراننا الشرقيين كلهم عند المويرني اليوم برسمتنا في ثلاث صلوات فيهم وضع يد بالمخطوط يلي موجود بين إيدينا وعاملوا الدويهي في عنا خمس صلوات وضع يد ومنزيد عليها الصلوة السادسية اللي هي مع مسحة الميرون فبالنسبة للدويهي مسحة الميرون شغلتها تقول أنه هيدا الأبونا حطينا له الميرون على إيدي يعني عطينا نعمة الروح الكدس حطينا وضع اليد علي عطينا الروح الكدس حطينا إيدنا على الإربان وإيد تاني على راسه بالرسامة يعني عم نعطيه صلاة الروح الكدس عم نعطيه نعمة الروح الكدس فكرمال هيك اللي كنا عم نحكي قبل شوية هنقاش إنه في مادة وفي صورة بطلت عند الدوائه إذا بدوا يعتمد في مادة هي كلمتين ثلاثة هي صلة كاملة متكاملة بين الصلة بين الحركة وبين الماتيريا اللي هي زيت الميرون كلهم عم بيصبوا بخانة واحدة عم بيصبوا باتجاه واحد يعطوا الروح الكدس لهالمرتس بخصوص هالموضوع هيدا المادي والصورة الموارني من بعد الدوائه هاي بالرغم إن القيلوا الدوائه وكاتبوا كانوا يعتبروا إنه الصورة هاي عندما المطرام بيقول بيحط إيدو طيبوتو قالو هوتو ما هاوبتو شميونيتو هايدي هالصالة عند السريين مثلا بيقولة مش المطرام بيقولة الشميس مية بالمية بعد عنا شي بدنا نضيفه بهيدا الموضوع يعني بي اللي اكتشفتون هني كتار بس في شي بدك توضح بها الحلقة أنا بعد راح قول شغلة أخيرة هي إنه الميرون يستعمل في الكنيسة المارونية بحسب فكرة دوائه للتأديس نعم يعني هايدي شغلة كتير مهمة الشغلة اللي بدك تقدسها تعطيها مسحة الميرون فكننا عم نحكي قبل شوي عن الإيدين ليش إيدين الكاهن عم ينحط عليهم الميرون لأنه عم يربطون أكتر بهالقدسيات فمن بالرغم من إنه المسحة هي رتبة دخيلة اليوم من سابع المستحيلات إنه نتخلى عنا يمكن بالكنيسة المارونية وما بعرف حتى إذا الخوارني مثلي أنا أنا بعتبر إنه هايدي حركة كانت لحظة مهمة برسائلتي فما بعرف إذا منقدر نوصل لمطرح معين ونفكر إنه نتخلى عنا لي لأنه هالأدي مؤدسة خبرية الميرون وهالأدي لموارني كان عندهم عبادة وارتباط بالميرون لدرجة إنه بوقت من الأوقات اتهموا بإنه كانوا بيعتبروا إنه الميرون جسد الروح الكدس فهيدي شغلة كبيرة مشوى بس هي القصة بنلك السيمبوليسم طبعا الرمزية نعم إنه إدايا بس يرتسب الكاهن بدو يشتغل بإدايا كل الأسرار بتنامل بإدايا مشاهاك من هوني إجت الميرون كان رسلوا إدايا تي 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 تصير وسيلة لا إتمام السر حلو طيب أنت مع تعديل يعني بهالأسرار مع التعديل بالأمور لك أنا مبدئيا بقول إنه الليتورجية والاحتفال بالأسرار بدنا تتبع الزمن لأنه في عقليات مثلا اليوم وقت المنصلي وتصوير كيف نتصور الكاون السماء فا والأرض تحت تحت منا في فاوفا ماي ومدرقاش تغير بعدنا نحنا بنظرية كاون ما قبل جاليلة وما قبل كوبرنيك طيب هون بدو نغيارش ما معاون نخليون أكيد نحك عحيلنا يعني هاي عم بعطيان كاكسترام بس في إشا كتير بس كلمة وملك الملوك وسيد السيدة ومدرقاشنة والسلطانة وسلطانة السماء اليوم ببعش في منهم لا في ملك ملوك ولا في ملك ولا في سلطان ولا في سلطان في الله كلهم هاي هيدا كلام يجب أن يلغى أنا برايي لأنه اليوم الدموراطية بتحكي مش هايك مش السلطان والسلطاني والملك وملك الملوك والأمبراطور بوقتنا عملت هاللترجية عملت بحضارة يعبر عنا بهالكلمات وهاي الحضارة راحت بتلك تغيرها شايف كيف بنا نغير أبيتي طالما الأبونا جبور معنا وهو باللجنة التأسية خلينا نشوف على طول أنتو بتجتمعوا كلجنة تأسية في تعديل في أفكار تطرح بتجيكون أفكار نعم نحنا باللجنة التأسية نجتمع بوطيرة أسبوعية أكيد بفترة الصيف بتخفي شوي بس نحنا أسبوعيا من نجتمع كلجنة مصغرة وكل 15 يوم اللجنة الكاملة يعني برئيس المطران يوسف سواف برئيس المطران يوسف سواف وبتضم أكيد مجموعة من السادة الأساقفية بلبنان وبالانتشار وأصحاب الاختصاص من كل الاختصاصات كتابية لترجية عقائدية موجودين معنا فنأذن نحنا أكيدة منجتمع مندرس منفكر بالنصوص اللي بين إيدينا ومنقدم مشروع لازم يحوز على سئة السينودوس الماروني لحتى نكمل فيه أه ولا لا هاي دي لك هذا الشغل الرسمي هذا الشغل الحلو بس انتبه إلى جانب الشغل الرسمي الجانرة فيه ناس بتفكر أنا عم بحكيهم أنا مش بلجنة بينقالوها وجوها أنا مفكر بقول إنو هوجو بنشيلو بس أنا عندي مشكلة مع الدوايه مشكلة مع الدوايه إنو أنا في فرق بيني وبينو 300 سنة الدوايه طب هاي دي هالفرق هالهوة كي بدي كي بدي إقفزها بتا تفهم الدوايه بتاك ترجع 300 سنة لخلف بتا تقدر تقول تا تفهم أش كان هو يقول وأش كان يفكر وكيف كان يكتب هاي الهوة بسموها الأبيم الهوة بين اليوم وبين الأمس باللتورجية ما تروحها بالطريقة هائلة إنو كيف نصلي اليوم كيف نعبر اليوم عن إيماننا بالصلاة كيف كانوا يعبرون قبلنا وقبل قبلنا إلى أن وصلوا إلنا فيه في هاي قصة إنك تردم هالهوة وهوني بيجي ما يسمى بالتفسير بدك تفسر الدوايه كان مفسر أنا عامل ما قالي الدوايه مفسر التراث السرياني الأنطاقي مفسر بس نحنا اليوم بدنا نفسروا للدوايه ما بقاش نفهمه ما في بيننا وبينه 300 سنة وخاصة بها 300 سنة ما حاداش إريو جي نقري نحنا بقى 300 سنة في قصة كبيرة يعني أدى بدنا حتى نستوعبوا للدوايه كم سنة؟ بدي 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 متل ما عم بيحكي عن لجان بده بده يتكلف علماء أولاً نشيقون تنشيق نشيق علماء بالدوايه وهي مكلفة مكلفة كتير اليوم ما حانا بقى يعملها أنا بدي أدرس 12 سنة تقدر فيها مدوايش بدي بقى الشغلة ده 4 سنين بيخد شغله ببال حين الشغل البطيق اللي كانوا يعملوه أكيداً ما حدينوش ليدي بقى بحش مليدي لاش الأطبة بحش حدي يعمل طبيب لأنه بده 13-13 سنة تطبة بحش بدي بحش شغلة بيطلع مصاري أسرع شيء روح بعمل إدارة أعمام ده أشفوت عشركي بعمل طيلة مصاري بروحوا أعمل تجارة دوتوش 12 سنة بالجامعة بهايدا اليوم بدون يدرسوا بديك كل اللغة إذا عرضناها على أبونا الدكتور جبوري بيقبل بهذا الاختصاص أنا عم بعمل أنت عم تعملها منخرط هو بده هلأ شغلته إنه يكون حولي أكتر من واحد يشتغله أول شي نفهم ما كتبه الدوايهي وننشره بطريقة علمية علمية مش كف مكان وما في شي أبداً مشهور علمي عبدوية أبداً 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 نعم إنت كانت كتب التاريخية سواديزان تاريخية وإن كانت كتب الليتورجية وإن كانت كتب اللاوتية كلها مطبوعة هايك من أفائيد ما عم بقل لك قصة الشارتوني سلم دياته لو منه أنا براي قديس ماروني هو الشارتوني لأنه جعلنا نقرأ قبله ما كنت شخص يقول نحنا بدنا نشكرك أباتي نشكرك على المعلومات اللي عطيتنا إياها اليوم ككل مرة قال أباتي ليس خليفة ابن الرهبانية لبنانية المارونية طول بعمرك شكراً لألك الله قدسك قعد عندك شي بدك تقول ليه نعم أنا بدي عقب على آخر كلام تفضل فيه لأباتي وبدي أرجع شوي لموضوع اللجنة التقصية لحتى أول شغلي يمكن ما أصب لي أنه كان فيها قبل شوي نحنا وقت اللي منقول أنه عملنا إصلاح لتورجي هيدا الإصلاح عنده ديدلاين عنده صلاحية معينة يعني وقت اللي بينعمل بين طبع كتاب رتبة أو كتاب الديس هيدا لم تطبع ولن تطبع إلى ملا نهي ما راح تصير أزالية مثل ما عم تفضل أباتي كان أنه فيه كلمات فيه عبارات بطلت ناس باليوم ما بقى بتحكينا ما بقى بتحكي الإنسان المعاصر فهيدي بده يتلاقي لحال كرمال هيك إذا طبعنا كتاب الديس اليوم بعد عشرين سنة وخمسة وعشرين سنة لازم يكون فيه طبعة جديدة لأنه اللي بنحكي اليوم مش هو ذاته اللي بيحكو لدنا بعد خمسة وعشرين وثلاثين سنة يعني حتى ما نصل للهوي اللي وصلني لما بين الدويهي واليوم صحيح ولحتى ما حدا يقوله إنه اشتريت كتاب الديس وخلاص ما راح اشتري غيره يعني لا من وكل الوقف ولا من كهنة الرعاية بالنسبة لموضوع الدويهي نحن بحاجة لنأسس فريق عمل يُعنى بي تحقيق كل المخطوطات يلي اشتغلت دويهي ومؤلفاته اليوم ما في شغل علمي كافي على أعمال الدويهي رشيد الشارتوني لما طبع طبع النص متل ما هو على عليته طبع النص من دون أي مقارنة مع أي مخطوط تاني غير فيه وغير فيه نحن بحاجة نعطي النص الحقيقي ونعطي النص المحقق يعني نعمل شي اسمه بالفرنسي اديسيون كريتيك نص محقق نحن اليوم بدنا فعلي وبدنا تمويل لهيدا الشغل لحتى يصير وكيد بهمة الباحثين من الله راد هيدا شي بقدر يسمي بدنا يعطونا النص ناس يعطونا النص معنا هيدا النص باش نفهمه صار بدو شارح بدنا نفهمه لازا بدو ترجمة قبل كل شي الشارتوني حيول ترجمه للعربي نحنا بدنا نترجم أو للإنجليزي أو للفرنسيوي مع النص الأساسي اللي هو صعد فهمه لغته دويه من 300 سنة غير اليوم في اللغة بتتطور اللغة بدنا نقدر نفهم وقت من ترجمه للفرنسي أو للإنجليزي أو للعربي عطي ني نفسر ني عذا بدك بدو تفسير نص بدو تفسير أبيت المرة جديدة بدنا نشكرك أبيت ليس خليفة ابن الريباني اللبنانية المارونية اللي يطول بعمرك وأتساك أبونا الخوري الدكتور المتخصص بالليهوت والليتورجية بدنا نقلك يعطيك العافي بير جبور وهو حضرته كمان قيم الإكليريكية البطرياركية المارونية في غزير والباحث في الجامعة اليسوعية أهلا وسهلا فيك شكراً لحضورك معنا شكراً على المعلومات عطيتنا إيها اليوم شكراً شكراً لألكم يعطيكم ألف عافيه شكراً للمشاهدة إلى اللقاء شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة